المورد السادس ابن الأثير الكامل جزء تاسع ثم دخلت سنة تسعة وستين وخمسمائة أي في السنة اللاحقة سنة خمسمائة وفي سنة خمسمائة وتسعة وستين ثم دخلت سنة خمسمائة وتسعة وستين أيضا هنا مقاطع قال ابن الأثير أليف قال ابن الأثير ذكر وفاة نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله في هذه السنة توفي نور الدين محمود بن زنكي بن أقصنقر بن أقصنقر كما قلنا سابقا أو أشرنا لا أذكر بالضبط فهو من الترك أقصنقر صاحب الشام وديار الجزيرة ومصر كان قد اتسع ملكه جدا والكلام لابن الأثير وخطب له بالحرمين الشريفين وباليمن وطبق ذكره الأرض بحسن سيرته وعدله وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أرى فيها بعد الخلفاء الراشدين وأمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحري منه للعدل وقال أيضا ابن الأثير ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسمائة ذكر وفاة نور الدين محمود بن زنكي وأما ما فعله من المصالح فأنه بنى أسوار مدن الشام جميعها وقلاعها فمنها دمشق وحمص وحماء وحلب وشيزر وبعلبك وغيرها وبنى المدارس الكثيرة للحنفية والشافعية وبنى الجامع النوري بالموصل وبنى البيمارستانات والخانات في الطرق وبنى الخانكهات للصوفية في جميع البلاد ووقف على الجميع الوقوف الكثيرة سمعت أن حاصل وقفه كل شهر تسعة آلاف جينار صوري جيم المقطع جيم ذكرت أقول ذكرت ذلك كي يكون تقييمنا لمواقف صلاح الدين عن دراية ومعرفة وعلم فلما نعرف الزنكي وأدبه وأخلاقياته وتدينه وعدله وكما ذكرها ابن الأثير فإننا نعرف حجم الخطأ والذنب والمعصية المترتبة على مخالفة مثل هذا الحاكم وشق العصى عليه والوقوف بوجهه فلما نعرف الزنكي وأدب الزنكي وأخلاقيات الزنكي وتدين وعدل الزنكي وكما ذكرها ابن الأثير فإننا نعرف حجم الخطأ والذنب والمعصية المترتبة على مخالفة مثل هذا الحاكم وشق العصى عليه والوقوف بوجهه والوقوف في وجه مشروعه المقدس في تحرير البلدان الإسلامية ومقدساتها بل وإيقاف ذلك المشروع باقتطاع البلدان من دولته والاختصاص بها والتخلي عن الجهاد والغزو وتحرير البلدان وهذا ما فعله صلاح الدين مع الزنكي وكما مر علينا من تخلي صلاح الدين عن التحرير المقدس والغدر بالزنكي وخذلانه وتعجيزه عن فتح وتحرير البلدان مما اضطر الزنكي للتحرك لمصر أولا وتحريرها من صلاح الدين الاستفادة من رجالها وأموالها في تحرير بلاد الإسلام ومقدساتهم وإنسانهم فها هو الزنكي يخرج لغزو مصر وتحريرها من صلاح الدين والأيوبيين لكن وافاه الأجل قبل إدراك ذلك ويفعل الله ما يشاء قال ابن الأثير ذكر وفاة نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله في هذه السنة 569 هجري توفي نور الدين محمود بن زنكي وكان قد شرع يتجهز للدخول إلى مصر لأخذها من صلاح الدين يوسف بن أيوب فإنه رأى فتورا في غزو الفرنج من ناحيته وكان يعلم أنه إنما يمنع صلاح الدين من الغزو الخوف منه ومن الاجتماع به فإنه يؤثر كون الفرنج في الطريق يريد كون الفرنج في الطريق فإنه يؤثر كون الفرنج في الطريق ليمتنع بهم على نور الدين فأرسل إلى الموصل وديار الجزيرة وديار بكر يطلب العساكر للغزات وكان عزمه أن يتركها مع ابن أخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل بالشام ويسير هو بعساكره إلى مصر فبينما هو يتجهز لذلك أتاه أمر الله الذي لا مرد له ترجمة نانسي قنقر